شاهدين يصف كثير صلى الله عليه وسلم في مختلفة لكن أصدق ما ستقوله أنت فق يا دكتور أكتار فهل من الممكن أن تصف لنا ملامح النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أطوال المتوسط وكان وكان صلى الله عليه وسلم بما اللب على المصر أقوياء وكان ضخم اليد قدمي صدر أسود العيني وقدمي غليظة مفتول وشعره يتدلى على كتفيه كان صلى الله عليه وسلم أكحر العينين حاجب بروز الأنف وكان صلى الله عليه وسلم واضح الفم ناصع بياض ناصع بياض الأسنان كما اللؤلو على ابتسار أزهر اللون أبيض فيه حمرة أسود اللحية وكان لدى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة أعلى ظهره في حد وفي الإصر كان يحتوي صدره على شعر كان مشرق البشرة والوجه والخطر وكان يمكن اقتربها من بعيده وكان حاد البصر وكان بؤب عينيه شديد السواء يضع وكان ثاقب النظر لا يستطيع أحد النظر إلى عينه مباشرة وكان صلى الله عليه وسلم ضاحكا باسما وجد الناس سلواهم عنده وجهه كان أخمص القدمين بعبارة أخرى كان يحل الحركة وقد كان صلى الله عليه وسلم الحركة متين القوة رجل بطن في المصارعة أنا ذا قال الله عليه وسلم إن استطعت أن تغلبني في المصارعة سوف أسلم وتحداه في المصارعة وبمجرد أن بدأ النزال صرعه النبي صلى الله عليه وسلم سريع فقال المصارع خذتني على حين غر لذلك صدعت التغلب وطلع لنتصار نقطة أخرى صلى الله أخرى وفي هذه مصارع صلى الله عليه وسلم قد صدقت الآن أنك فقد كان صلى الله عليه وسلم القوة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شكرا